السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وتحياتي لكم واهلا وسلم بكم معكم زياد هادي والسادة آلة العود والنظريات من العراق شرف الي الكبير انو التقيكم والقاعد الخامسة واللي هي ب بداية تعلم العود وهذا شرف الي الكبير قبل ما ابدأ الدورات الموسيقية اللي هي اول وحدة اولاين معايا مباشرتين الثاني وحدة اللي هي في مور بابلون في المنصور حضوري والثالث وحدة نذهب الى بيت الطالب اللي هي تكون ساعتين فرق عن بقية الدورات اللي هي ساعة ساعة موجود رقم الواتساب اسفل فيديو اللي يحب يتصل وليشترك اهلا وسهلا بيه وشرف الي الكبير واني حاضر لي اي سؤال واي شي جاهز بالفعل من قبل الاخوان في التعليقات عدنا القاعد الخامسة راح تكون عدنا كلاتي اللي هي بعد ما عرفنا الريش وتفررنا ريش وتفررنا وبدأنا عرفنا السلم الموسيقى والاصابع اللي تخرج مباشرة على الالة العود الآن نتعلم الريش اللي هي الثلاثية والربائية اللي هما كثير باليوتيوب يعني كثير من الناس ما يعرفوا يفرقون بيها وهم اللي يعطون المادة ما يحب يفهمها او ما يعرف كيف يوصلها للاشخاص والناس بعد ما انت تفرد على الريش اللي اعطيتك اياه الريشة يعني اعطيتك اياه ثلاثية وربائية وثنائية من خلال الريش اللي اعطيتك اياه 16 وثمانية واثنين طيب هذا الريش راح تسوي راح تسوي عندك قضية جدا موهية تقويه للريش والريشة لازم تكون مثلا موسيقى كيف راح تكون ريشتك كذا انا راح اعطيك من طريقة اول قضية عندنا الريشة الثلاثية اللي انت تتمرنها على راحتك تريد تتمرن فقط اوتار تريد تتمرن سلام يعني نقول سلم عجل اللي هو دو من دو للدو طبعا السلم هو من دو لسي بس من دو لدو يسمى اوكتاف الديمان العربي الاول فعدكم راح يصير الثلاثية بو 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 ب هاي ثلاثية خلي نقول ثنائية طبعا هذي تروح وترجع يعني من فوق من أعلى سلم وتنزل وتسعد وتنزل وتسعد تتمرن أكثر من مرة حتى تصل عندك ليا هاي الثنائية عدنا الرباعية اللي هي وان دو ثلاث هاي شرقية بقى دو ثلاث هاي سموها الريشة هي مو بالأحرة مو الشرقية الريشة العربية اللي متناوليها سموها شرقية الريشة العراقية تكون يعني شلو الفرق بيناتين الريشة الشرقية أو العربية تكون ناجل صاعد ناجل صاعد الريشة العراقية نازل صاعد نازل نازل واضح الرباعية وانا اتفاجئ كثير باليوتيوب اسمع انه ريشة اقتصادية ماكو ريشة اقتصادية الثلاثية الرباعية الثنائية تسمى لكن انت من ترجع عليها تشوف الثنائية يعني شلوة ريشة كروش الرباعية ريشة نوار يعني هو انسان المفروض يكون بعلمية يعني من يتحدث وليس يعني منا معلومات منا معلومات اكو فيهم حتى مو مدرسين شي سوى انه يعطي الكلمة لانه سمع من زياد سمع من فلان سمع من فلان مدرس وهاي غلط لازم مو يتحدث بعلمية حقيقية وتتمرن مع المترونوم اللي هو بسرع ستين سبعين ثمانين تتدرج هاي ضرورية جدا مع التبريد تمنى انه فدتكم وتحياتي لكم ولا تنسون اللايك والاشتراك واليحب يشترك طبعا بالدورات الموسيقية كما الواتساب موجود اسفل فيديو وتحياتي لكم ومع السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله